أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاهد راج في شيراز بجنوب إيران والذي أصفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحة من الأبرياء وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين مؤكدة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيد بكافة أشكاله وصوره اشتركوا في القناة